هذا يسأل عن قوله تعالى مالك يوم الدين ما المقصود بهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذه الآية في سورة الفاتحة في تمجيد الرب جل وعلا رب العالمين يقول في هذه السورة التي هي أفضل سورة الحمد لله رب العالمين الوصف الأول هو الله المألوه المعبود رب العالمين الثاني الرحمن الثالث الرحيم الرابع الخامس مالكي يوم الدين هو وحده جل وعلا الملك يوم القيامة ولذلك يقول الله تعالى يوم القيامة أين المتكبرون وين اللي يقولون أنه ملوك أين ها نعم فلا يجيب أحد إلا هو فقال لمن الملك اليوم لله الواحد القهر الملك يوم يوم إذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا تختفي جميع الملوك وجميع الذين يرون أنهم يتحكمون في الناس في الدنيا ينتهون إلى لا شيء فالله تعالى وحده ومالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب الله تعالى يقول وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك يوم ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا تنقطع الأنساب ما أدري هبوي والأخوي والعم فإذا نفق بالصور فلا أنساب بينهم خلاص يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل منهم يوم إذن شان يغنيه فهذا مالك يوم الدين الله تعالى وحده هو الذي يملك يوم القيامة يوم الجزاء والحساب ثم قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين العبادة لغة الذل ومنه طريق معبت أي ذللته الأرجل فالعبادة هي الذل والخضوع وفي الإصطلاح الشرعي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والعبادة تقتضي الخضوع والخوف والمحبة عبادة تقتضي ثلاثة أشياء الخضوع والخوف والمحبة ويقول بعض السلف الفاتحة سر القرآن وسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين فنحن نعبد الله ونوجه إليه جميع أفعالنا التي نتقرب بها من الخوف والرجاء والإنابة والتوكل والدعاء وغير ذلك فله نعبد جل وعلا وبه نستعين لا نستطيع عبادته إلا بإعانته إذا لم يعنا فلا حول لنا قال الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتاء فأول ما يقضي عليه اجتهاده فنحن نعبد الله تعالى بما يحب جل وعلا من أنواع العبادات ونتقرب إليه بما شرع لنا من أنواع القربات منها الصلاة والصوم والحج والعمرة والزكاة وغير ذلك كل ذلك نعبد الله تعالى به ونتقرب بها إليه ونطلب منه جل وعلا أن يتقبلها أن يتقبلها منا نعم